بعد غرق السفينة ما الذي يمكن أن يهدد المياه الإقليمية سيما وأنه كان على متنها مواد كيموية ووقود نعم حسب ما علمنا حتى الآن أن هناك كمية ضخمة من نتبات الأمونيوم على متن هذه السفينة بما يقدر بكثين ألف طن تقريبا وهو رقم ضخم جداً كمية كبيرة جداً من نتبات الأمونيوم وهي بالمناسبة هذه النتبات الأمونيوم بتركيزات عالية جداً 5.1 وهي تعتبر من النواد أيضاً المتفجرة ومعروف أن هذه المواد نفسها التي انفجرت في مرفأ بيروت وتسببت بتدمير أكثر نصف العاصمة بيروت منذ عامين أو ثلاثة أنها مواد فيها بغاية الخطورة وهي مواد حتى عندما تتسرب إلى المياه ستتسبب بكوارث كبيرة جداً في المياه وستتسبب بخنق الكثير من الكائنات البحرية وسيكون لها أسار بعيدة المدى على مرترات طويلة جداً لأن الكمية كبيرة جداً ولذلك تم الحديث عن تسرب مواد نفطية أيضاً ومعروف أن مواد نفطية أيضاً ترسب وترسب وتؤدي إلى موت الكثير من الكائنات البحرية الموجودة في المنطقة وهي ممكن أن تنتشر حسب كميتها لم يعرف حتى الآن ليس هناك أرقام حول كمية الفيول الموجودة على هذه الباخرة كلما كان هذه الكمية كبيرة كما هو معروف فهي ستكون الكارثة أكبر لأن هناك استحالة حسب أيضاً الحالة الجوية الموجودة هناك حسب ما عرفت في المنطقة الآن كان هناك استحالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الموضوع مع أن الحارسة حصلت منذ أكثر من زمالي قارب الأسبوعين إذبوا أين